موسيقى من الاخباريات السورية موجز لاهم الاخبار اكد مصدر عسكري احباط الجيش والقوات المسلحة لهجوم ارهابي لتنظيم جبهة النصرة في مزرعة البرجاس بريف درعة وفي ريف حلب الجنوبي وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات مركزة على تحركات التنظيمات الارهابية الرمايات اسفرت عن تدمير دبابتين وعربات مدرعة للتنظيمات الارهابية والقضاء على خمسة ارهابيين في تلت بازو حذرت وزارة الخارجية الروسية من ان اي اعمال عدوانية ضد القوات الروسية لن تبقى دون رد مناسب الناطقة باسم الخارجية روسية ماريا زخروفا قالت ان روسيا لن تسمح لاحد بتعريض حياة مواطنيها بمن فيهم عسكريون للخطر من جهة اخرى قالت زخروفا ان القضاء على بؤرة الارهاب في سوريا بفعالية يتوقف على توحيد جهود الحكومة السورية وجميع القوى البناء للمعارضة السورية الداخلية والخارجية اكد رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ان تنظيمة جبهة النصر الارهابي رفض اقتراح المبعوث الخاص ستيفان ديمستورا للخروج من حلب رمزي وخلال مؤتمر صحفي في جينيف اشار الى ان الحكومة السورية وافقت على ايصال المساعدات الى حلب هذا الشهر مبينا انه من الصعوبة انزال المساعدات جوا في الحسكة لانها باهدة التكاليف جدد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التأكيد على تصدي شامل للارهاب وتحقيق الوقف الفوري والمستديم للاعمال القتالية والبحث عن حل سياسيا شامل للازمة في سوريا وبحث ظريف باتصال هاتفي مع ملاسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي في داريكا موغاريني احدث تطورات الاوضاع في ساحة السورية والمنطقة في خبرنا الاخير اصيب ثلاثة جنود اتراك جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة شرناق جنوب شرق تركيا وفي شرق تركيا ايضا داهمت شرطة النظام التركي مقرات حزبي الشعوب الديمقراطي والمناطق الديمقراطية في محافظة ديار بكر وذلك في اطار استغلال حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الاخير منتصف تموز الماضي ختام الموجز بامان الله